معنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة مرحبا بك معنا دكتور هشام بداية لماذا معركة تلعفر هي أسهل أو أقل خطورة من معركة الموسى الوفقى تصريحات الجيش العراقي مرحبا بكم يا عبدالله بأجفاف كثيرا منها ماذا ترى الأخضي الخطرير لكن أهم هذه الأفضاد هذه المدينة مثلا واسعة واسعة وزراعية وبالتالي هم لا يستطيعون أن يستجعون أبطائرات وشراحة الجو وأن كان التحارف الهوري أو في أقوات المشتركة العروفية حيثا هم لا يمكن أن يكون المعدد الجافي في العمليات الانتحارية وبحسب الرقل هم وزعوا الانتحاريين على ثلاثة ناطف وهي المحلبية ومركز المعقر والعياضية هناك أيضا عشرات سورة محطرة بين سلال الأرشانة وصولا إلى شرق تخذ باللعفة هذه الأفضاد يمكن أن نقول منها شهاكة طاعة سرين سولا الححالة الدولية بكل الوحيات المعرفلة لهذا الأنظيم على مرور الأيران الماضية على الهاتف والسوجة صلما على أن أرد استطاعت أن تنجي بقريبة الماء من المعارك الموصل كل اللعنية في ثبوت هذه المعارك وبالتالي هذه الأفضاد تستطيع المعارك المعنويات وحتى إلى الآن نحتوى على ما يعرف ببيعة الموصل التي كانت هي السبب بتأخير المعارك المدينة القديمة أولا كما قال هذه القيادة المعاركة العراقية المعاركة السوفة تكون سريعة وحسبها لا يأخذ وقتا طويل ماذا عن موضوع القادة يعني معاركة الموصل والخسارة الكبيرة إضافة إلى المعنويات التي تحدثت عنها دكتور هشام معظم القادة اليوم يعني خسيرهم داعش قادة الذين كانوا موجودين لديه في الموصل اليوم غير موجودين في تلعفر هل يؤثر ذلك بشكل فعليا عسكري في سير معلقة تلعفر القادمة التأكيد وأضل أن هناك كثير من التشريبات أن هذه القيادات هي نفسها التي خاربت للمعارك السبوجة يجي وصولا إلى غروبهم الأخير مثل هذه القيادات لا يعوّل عليها تسفج طويلا أيضا هم دائم تلكون تلك المخازنة التي تجعلهم أن يسفج طويلا في هذه المعارك لديهم عشرات من الجرحة في سفقوق القيادات وبالتالي أظنهم قاد قرسين وأبناء يستطيعون أن يستهوا الزراع يستطيعون أن يهربوا باتجاه سوريا نحن يريدون عسى والعمل أن ينجوا منهم عدد معين عدد ذلك أظن أعملية من ثلاثة محاور تكفي لتحقيق النصر الشريعة هل تتوقع دكتور هشام أن تكون معركة تلعفر هي الأخيرة ضد هذا التنظيم في العراق هناك معارض مؤجلة تدخلون ببجأة أهمية معركة تلعفر ومعركة شرق الشرقات والحويجة والثلاثة المعارض لدينا مؤجلة تنتظر أن تقرق القوات الأمنية من تلعفر حتى تتوجه إلى هذه تلعفر شكرا جزيلا دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من بغداد